يا مساء السعادة يا مساء التفاؤل على احلى متابعين في الدنيا متابعين يوميات دودو ازايكم يا حبيبي عاملين ايه يا رب اكونوا بخير وسحة وسعادة فين عشاء الشوكولاتة هنعمل مع بعض النهار ده الجاتوشة تو بطريقة سهلة جدا وبسيطة والكيك دايب كده ويدف البق بصوا الجمال وصوص الشوكولاتة هنعمله بطريقة سهلة جدا وبسيطة وفي شفشاء الخلاط وكمان طريقة اقتصادية جدا تعالوا نسمي بسم الله ونصال على رسول الله عليه الصلاة والسلام ونبتدي هنجيب شفشاء الخلاط ودي فيه فيه نص كوباية من الزيت ونص كوباية من الحليب اهي نص كوباية انا بعاير كله بمج واحد ونص كوباية من الكاكا والخام ونص كوباية من السكر البودر ودربيلي يا غالية كل الخليط ده ويخليه كريمي كده هجيب مرجع عندي بقى كده وهنزل بصوص الشوكولاتة الطحفة ده بصوا ما شاء الله الكوام قد ايه هو كريمي جدا وبيلمع وبجد طعمه طحفة اهو لو حسيتي ان الكوام بتاع الصوص الشوكولاتة تقيل شوية وعايزة تخفيه بالزويدي حبة لبن اهو نزلي بقى كله ده يا حبيبتي كده في المج ونركب بقى المج ما شاء الله الكوام عندي بتاع صوص الشوكولاتة ومش محتاج ان انا اضيفه في التلاجة او اي حاجة هنزل بقى في شفشة الخلاط مش هنغسله ولا اي حاجة هضيف فيه اربع بدات وعلى طول الفانيليا بكوين من الفانيليا بصوا بقى الجمال سهلة جدا كوباية وربع من السكر اهو وكوباية من الزيت وكوباية من الحليب كوباية ونص كده من الحليب وهضيف الاربع معالق او التلات معالق من الكاكاو ومعلقة من الخل وبصوا يعني حاجة كده اه ما بين سوابعك من الملح ضربت كل الكلام ده عندي في الخلاط اهو بصوا القوان بتاعت ضربي بتاعة مدة دقتين تلاتة كده وبعد كده هنخل عندي آآ كوباية من الدقيق عليهم باكم من الكيكشيف او البيكين بودر بس انا بحب استخدام كيكشيف بحسوا احسن من البيكين بودر وده وده واحد يعني اهو بقولكم ان انا كده نخلق كوبايتين نخلت كوبايتين كده وجهزتهم مع البيكين بودر هسمي بقى بسم الله وتنزلي شوية بشوية من الديق وتقلبل لغاية ما يديكي الكوام آآ الكوام المناسب اللي هنشوفه مع بعض دي حالا اهو اضرابية غالية كده وتويه كل الديق كده وبالراحة لغاية ما يدينا الكوام اللي احنا عايزينه وعندي سطر الشوكولاتة انا ما ضفتهش زي ما قلتلكم في التلاجة لانه كوام حلو جدا مش محتاج ان انا اضيفه في التلاجة ان انا ادخله التلاجة يعني اهو اللي بيجو تويه كل الدقيق اللي معاك ده لغاية الكوام لا يبقى سايل قوي ولا يبقى آآ كوام تقيل معاك قوي هو ده الكوام ده اللي انا عايزاه جبت الصينية طبعا في الوقت ده من قبل ما بتشتغلي بتكون مولا على الفرن عندك حتة زبدة كده بلدي او سمنة بس بلاز زيت وهدهنها كويس كده في الصينية اهو النبي عربي لفرشة ولا اي حاجة انا لقيت جنب يزيب ده فخدت القطعة كده وقف صوابعي حط لايك وكمينتي منك حلو بعد ما تسمعي الفيديو للاخر وجربوا الجاتود النهاردة بجد هيبهركوا اهو بضرب طبعا بدل الخليط عندي كده دربة قبل ما صبوا في القلب بتاعي وببتدي على طول شلت المضرب وهنسمي باسم الله وننزل بالخليط بصوا ما شاء الله القوام بتاعه حلو جدا هتاخد معاك من نص ساعة او 40 دقيقة في الفرن على درجة حرارة 180 تطلع معاك فلة ودايما بقول حسب الفرن بتاعك برده نغبطها خطتين كده وندخلها بقى الفرن ما شاء الله لكوة إلا بالليها طلعت مش محتاجة ان انا سقيها ولا اي حاجة وهي سخنة كده وطلعة من الفرن وزي الفل ارتفاحها كويس جدا ما شاء الله كنت ممكن ان انا ااااااااااااااااا هعملها على طبقتين او 3 الكيكا ما شاء الله انتو شفتوها في اول الفيديو مرتفعة وحلوة قوي نزلت عليها كده وهي لسه طلعة من الفرن بصوص الشوكوالاتة دا بقى عشان يغرق لي يسيح كده عليها وهيبتدي يجمد عمل ما نعمل طبعاا الكريم شانتي هيكون دخلتها التلاجة خواب بتسيبها يهدى شوية وبعد كده بدخلها التلاجة عندي كريم شانتي اللي هزين بيه ده طبعا اختياري نصف كوباية من الكريم شانتي وربع كوباية من السكر البودر و آآ نصف كوباية من اللبن المسلك في قطع كده او مكعبات من التلك واضراب يا غالية لغاية ما يقضيكي قوام حلو كده اهو جهز بقى عندي الكسب بتاعي الحلواني كده نضيف فيه كريم شانتي وممكن كمان تزويدي عليه شوكولادة بس انا بصراحة خليته ابيض كده عشان ما يديش كله آآ غامق في غامق يعني اهو جهزت عندي كده كريم شانتي وبعد كده نجيب بقى الصينية كنت دخلتها زي ما قلت لكم التلاجة بصوا ما شاء الله انا هقطعها زي قطع الجاتو طبعا انت ممكن زي ما قلت لك انا عشان التصوير فبعمل آآ بزين وكده فممكن انت زيني ممكن تسيبيها كده وتقدميها بألفة هنوشيفة تبقى طحفة عشان ما تحكش عليكو يعني انا قطعتها طبعا زي 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 الجاتو كده زي قطعة الجاتو ما بتجي بيها جهزة من بره اهو هبتدي ازبط ما شاء الله بصوا ارتفاع الكيكو عاملة زي هشة وطرية ومفرغة وزي الفل هبتدي ازبط كده زي ما قلت لكم زي حتة الجاتو بس طبعا دي كبيرة ممكن تقدري تزغر تزغر شوية الكطعة عندك بس اه انا طبعا عشان العدد عندي يعني محدود وكده فمش هتفرق معايا الكطعة وكده اهي طبعا هنا عملا بشيل في الاطباق وبتاع لحد ما جات لي فكرة الصينية اهو مش هيعجبني برضو شكل التقديم جبت البولة كده عندي ازاز وجبت صينية وقلبتها وقدمت عليها زي ما انتو شايفين كده هبتدي قطع من جنب ده كده عشان ازبط عندي القطعة الجاتو اهو بصو شكلها طوح فتقدري كمان تزغر عن كده تقدري تعمليها قرة تبقى الواحدة اه على تلاتة انا عملتها على اثنين انت ممكن تعمليها على تلاتة اهو وهنبص كمان اللي انا بقطعه ده مش هنرميه هنعمل بوكسات زي ما شوفنا طوح فتقدري تقدري تقدميه بالشكل ده زي ما بقولك ولو ما عنديكش كريم شانتي لو عندك بقى كريم شانتي طبعا شايت تصويره كده بصراحة فضربت حبة من الكريم شانتي كده وابتديت ان انا ازين بيهم وخليتهم لون ابيض عشان خاطر ما يبقاش كله عندي غامي يعني فيها فتحة شوي وطبعا التزيين ده ازواء زيني زي ما انت حب يا ربي حبابي بقى الفيديو يكون نالاعجابكم ولو في اي سؤال اكتبولي في الكومنتات وطبعا دي شوكولاتة مبشورة انا اضيفها كده اهو وهنجيب كوبايتين دلوقتي او كاسين دلوقتي ونعمل كمان الكطع اللي انا قطعتها بصوا شكلها بجد تحفة والطعم طبعا خطير حبة كده من الكريم شنطيه والبوائي عندي الكيك ده بعمله زي الكسد دي عايز اقول لكم ولادي بقى يتخنق عليهم اه عن اللي هو كطع الجاتو ده اهو طبعا بصص الشوكولاتة كده عايز اقول لكم فضيعة والله العزيم تحفة وهبتجى زين كده عندي الكاز بالطريقة دي كريم شنطيه وشوية شوكولاتة بقى مبشرين من على من فوق وشكرا على كده هي بصراحة مش عايزة اي تزيين ولا اي حاجة هي شكلها كده تحفة بصوا الجمال بصوا جمال الكاز عاملت ازاي تحفة والجاتو يا ربي بقى النهاردة يعجبكو الجاتوشة طريقة سهلة وبسيطة وتقدار تعمليه في اي وقت واي مناسبة والفهنة والشيفة والسلام عليكم